أهلاً بكم في قناة بيزنس دريم معكم سامر أنور وحكايات جوحة الفيلسوف كما تدين تودان طلب جوحة من جاره مقداراً من الزيت فأخذ الرجل الزجاجة ووضع فيها ماء أصفر وجعل فوقه قليلاً من الزيت وبعث به إلى جوحة وكانت زوجة جوحة قد وضعت المقلات على النار فلما صبت ما في الزجاجة في المقلاة أخذت تفرقع فانتبه جوحة إلى ما فعله جاره وبعد أيام ذهب جوحة إلى جاره وطلب منه أن يذهب معه إلى السوق لشراء خروف يذبحه فقال له جاره وهل أنا مدعو لهذه الوليمة؟ فقال جوحة نعم فذهب معاً إلى السوق واشترى جوحة الخروف وقال لجاره تأتي الليلة لتأكل من هذا الخروف ثم ذهب إلى البيت وجاء بقدر فيه ماء ووضعه على النار ووضع فيه كمية كبيرة من الملح وعلى وجهه بعض الزيت حتى يبدو الماء كأنه مرق فلما جاء الليل حضر جاره فأدخله الحجرة ثم قدم له إناء من هذا الماء وقال له اشرب أولاً مرق الخروف فشرب جاره فإذا به يكاد أن يغشى عليه من منوحة الماء فقال ما هذا؟ فقال جوحة هذا مرق الزيت الذي أرسلته منذ أيام وكما تدين تدان ترجمة نانسي قنقر